دكتور سعيد المصري أنا عايزة الحقيقة أربط كلامنا بكتاب لحضرتك اسمه تراث الاستعلاء أولا يعني نشرح معنى تراث الاستعلاء يعني تقصد بإيه حضرتك وبعدين أنا عايزة أربط ده بما نطرحه اليوم في ذكرى أكتوبر الحقيقة طبعا بشكر حضرتك على الإشارة لهذا الكتاب هو كتاب تراث الاستعلاء يتحدث عن ظاهرة موجودة في المجتمع بتاعنا للأسف الشديد بتتفاقم يعني سنة بعد أخرى وهي أنه في نوع من التمييز بين البشر طول الوقت بحسب أعمارهم بحسب النوع زكر أنسى بحسب الطبقات الاجتماعية بحسب الانتماءات الجغرافية بحسب حتى الانتماءات العائلية أو العشائرية والانتماءات الجنية يعني الاستعلاء هنا حضرتك تقصد بمعنى التعالي مثلا التعالي على الآخرين بمقتضى انتماءنا لنوق لشيء معين فلو أنا كبير أتعالي على الصغير ولو أنا رجل أتعالي على الأنسة وأوصفها بأسوأ الصفات وأقول عليها أنه الستات عقلهم صغير والرجال هم دول اللي بيفهموا أو أنه الستات ده كلام ستات لكن ده كلام الرجال ده كلام مهم جدا كل الصفات السلبية التي تلقى على الآخر بتيجي من حالة الاستعلاء دي موجودة في التراث الشعبي وموجودة في التراث الديني أو في المجال الديني وكان الكتاب بيحاول يقول أنه يعني في ثقافتنا الشعبية نحن نتعالى على بعض بما لدينا يعني لو يعني يقولك الناس ما أمات يعني معناها أنه ما إحنا زي بعض نوع من التعالي برد نوع من التعالي يعني الانتماءات العائلية مش واحد وده اللي بيخلي بعض الناس مثلا في القبائل في مصر في المناطق بزات البدوية لما بيبقى فيه جلسات مجالس عرفية هم يرفضوا القضاء الرسمي لماذا يرفضوا القضاء الرسمي؟ لأنه القضاء الرسمي يوحد بين الناس ولا يفرق بين المتهم أو المجني يعني المجني والمجني عليه المجني والمجني عليه لا يفرق بينهما وفي الآخر كل واحد ياخد حقه إنما لو حد ارتكب جريمة في القضاء العرفي فهو على حسب انتماءه العائلي لهو منتمي إلى مكان عائلية أكبر لا يجب أن هو يخضع لمثل هذه الإجراءات هل هو ملازم لنا كصفة من زمان؟ موجود هو مش بس من زمان هو حي كمان في حياتنا هو تراث حي موجود في عادتنا وتقاليدنا طول الوقت وأنا بقول أنه الاستعلاء الديني هو أخطر أنواع هذا الاستعلاء استعلاء الديني أنه بموجب الانتماء لدين معين فأنا أستعلي على بقي الديانات الأخرى وبموجب الإيمان يعني قلة من المؤمنين في هذا الدين تستعلي على بقي اللي موجودين حتى في نفس هذا الدين وأنه يبقوا شايفين نفسهم أنه يعني يعني الآية القرآنية التي يعني ذكرت ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون للأسف الشديد طيارات الحركات الإسلام السياسي التي انتشرت في مصر استغلت هذه الآية استغلال سيء جدا لأن الآية كانت الآية نزلت في القرآن لكي تطيب خاطر المسلمين عند الهزيمة لأن لحظة الهزيمة عملت لحظة الأزمة بالمناسبة ونحن نتكلم عن الأزمة في الأزمات ممكن عقدتنا ومبادئنا تهتز أحيانا ودي من سوقات الأزمات أحيانا فجاءت الطيارات الجهادية أخذت هذه الآية وتفسيرها واعتبرت أن هنا الاستعلاء مظهر من مظاهر الإيمان فأن يكون المؤمن يستعلي على الآخرين ولا يشعر بأي غضاضة لأنه الأفضل والأرقى والأنقى دائما برغم أن التعالي هو صفة مذمومة دينيا دي بقى النقطة المهمة أنه في الآخر هو بيقول استعلاء بالإيمان يعني ممكن جدا يبقى فيه أشياء أخرى يعني لو كنا بنتكلم على اللون ما يبقاش فيه استعلاء قوي لأنه الدين كان بيحاول يحل مشكلة العبيد في وقت ظهور الدعوة الإسلامية إنما الاستعلاء بالإيمان الحركات الإسلامية السياسية كانت بتحاول تستخدمه كأداة في الهيمنة على الآخرين وفي بسط السيادة على الآخرين ومن مظاهر كمان الاستعلاء هو أنه أنا أعتبر أنه الدين هو كل حاجة في الحياة يعني الدين يغنيك عن العلم يعني كل حاجة موجودة في الدين هكذا يقولون ده جزء أيضا من الاستعلاء لأنه بيحاول يحتوي كل شيء داخله طب هذا الاستعلاء يعني لو موجود في المجال الديني زي ما حضرتك بتقول هذا مدعاء أيضا للتناحر للخصام وقد حدث للإعتداء وقد حدث وقد حدث ما حدث في 2011 عندما أصبح الدين جزء من الصراع السياسي والاجتماعي فبقى مصدر للفرقة بدل ما يبقى مصدر للتضامن الاجتماعي بدل ما يبقى مصدر للتحقيق السعادة الإنسانية ده داخل الدين نفسه وأيضا تجاه الآخرين أنا عايز أقول بس حاجة عشان بعض الناس المشاهدين ما يسيقوش فهمنا نحن لا نتحدث عن الدين كدين وإنما نتحدث عن الذين يتحدثون باسم الدين ويستخدمون الدين استخداما معينا هؤلاء اعتبروا أنفسهم هم الأوصياء على الآخرين فيما يتعلق بالاستعلاء يعني أوصياء هم اللي قدروا يقولوا لحضرتك الحقيقة فين ويقدروا يحكموا على تصرفات حضرتك وعليا أنا إذا كنت أمنا يعني ليس هذا هو الدين الحقيقي ولكن ده كلام الأوصياء على الدين بالضبط أوصياء على الدين وهو الكتاب كله يتحدث عن فكرة الاستعلاء اللي هي متغلغلة في ثقافتنا الشعبية وموجودة في المجال الديني إزاي إنها كانت جزء من أزمة نصر وهي كانت عنصر أساسي في انتشار التعصم الديني فلو بنقارن إحنا وضعنا في 73 عشان بس نرجع للكلام والوقت الحالي إنه ما كانش فيه استعلاء عند المصريين في 73 بالشكل كان ممكن تلاقيه خافت فيما يسمى بالاستعلاء البدائي اللي هو ريفي حاضري صعيدي بحري دمياطي منوفي فيومي الكلام ده اللي هي أصلا بنقول عليه الاستعلاء البدائي اللي هو بحكم عزلة الناس وبساطة حياة الناس فيستعلون على بعضهم البعض بما لديهم من صفات عادية جدا إنما دخل بعد 73 دخول الطيار الديني مصر بقوة وسيطرته على المجال العام فبقى هو المتحدث الأول في مخطبة بناء الإنسان هو على فكرة هو وسيلة الإعلام الأساسية اللي كانت توصل لكل الناس هو المؤسسة الثقافية اللي كانت بتوجه وتبني البشر ومن هنا هذه الخطورة وهي بالزبط كده أنا بقول لحضرتك يعني الاستعلاء ده زي ما حضرتك بتقول لم يكن موجودا لدينا استعلاء الديني الديني ثم أصبح موجودا أصبح موجودا بشراسة كبيرة جدا وعدم وجوده هو الذي جعلنا متوحدين في فترة ما في صد عدوان وفي تحرير أرض وواء ما كانش فيه فرق ما بين البيت المسلم والبيت المسيحي واللي بيصلي واللي ما بيصليش كلنا في هم واحد وفي مصير واحد ده كان اللي كان موجود في الوقت ده إنما تقسيم الناس والتفرقة بينهم بدأت الحقيقة بالحجاب يعني أبسط حاجة إنه المرأة المحجبة غير المرأة غير المحجبة السافرة وكان توصف السافرة بأسوأ الصفات لو حضرتك ترجاعي مثلا وإحنا عملنا دراسات بسيطة كده على مشاعر البنات اللي هم بيبقوا مش لابسين الحجاب في وسط الجامعة كده لما يبقى في مدرك كامل كلهم بالحجاب فكانت تبقى شعرة بإنها غريبة وإنها في حالة ضغط نفسي كبير جدا لإنها توصف فيه وصمة اجتماعية على غير المحجبة ده كان بيحصل للمحجبات وكان بيحصل يعني اللي بيصلي يبقى كويس واللي ما بيصليش يبقى مش كويس وكان وكنا بنشوف يعني دخول الطيار الديني في جامعة القاهرة كان لما يبقى فيه مصرحية موجودة فيه مدرج من المدرجات شغالة بيدخل مجموعة من المتدينين يكسروا الأدوات ويدربوا الناس وكان فيه حالات من هذا النوع كنا بنشوفها أصلا الولاد اللي بيدخولوا دول هم كانوا جزء من نفس الشباب اللي موجودين اللي في داخل الجامعة بس تربوا على الاستعلاء أن أنت صاحب الحقيقة المطلقة وأن أنت أفضل من كل هؤلاء وأنت على حق وهم على ضلال وأنت لما تفعل هذا فأنت تقيم شرع الله وأنت تقيم الفضيلة وكان ده كان بيحصل أصلا ويعني هذا الحقيقة يعني أدى إلى مصائف في كثير من الدول يمكن أخيرها اللي سمعنا عنها في إيران مقتل هذه الفتاة التي لم تكن ترتدي حجابا الظلال أيبetrوا أصلاح ويكون دائما